منظمة شعارايتس ووتش تحذر من عواقب تنامي استهداف الشيعة في باكستان أعلنت منظمة شعارايتس ووتش الدولية بأنها تتابع عن كثب وبقلق متزايد طبيعة الأوضاع المأساوية التي يتعرض لها المواطنين الشيعة في دولة باكستان معربة عن تضامنها المطلق معهم وتحث السلطات الرسمية إلى مراجعة سياستها الإجرائية الأمنية القاصرة عن حمايتهم جاء ذلك في بيان صدر عن المنظمة مؤخرة وأشارت فيه إلى تعرض المدن الباكستانية التي يتواجد فيها الشيعة إلى هجمات مريعة خلال الأشهر الماضية أدت إلى استشهاد وإصابة المئات من الأبرياء المدنيين دون ذنب أو جريرة سوى كونهم مسلمين الشيعة يوالون مذهب أهل البيت صلوات الله عليهم ويواجهون أعتى قوى الشر من الجماعات الإرهابية التكفيرية من سليلي فكري ابن تيمية والوهابية والسلفية المتعصبة ودعت المنظمة السلطة الباكستانية إلى تحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية في حماية الشيعة والتصدي لمن يسعى إلى نشر الفتنة وزعزعة الأمن والاستقرار سيما جماعات التكفير المنتشرة بشكل مخيف محذرة في الوقت ذاته من عواقب استمرار نهج السلطة في غض الطرف عما يجري اشتركوا في القناة